الرئيس عبدالفتاح السيسي تفقد عرض من النماذج للمركبات المدرعة بعد تطورها بمعرفة رجال القوات المسلحة الرئيس ده المرة التانية يمكن او التالتة وده موضوع مهم جدا لسيد الرئيس بيهتم اهو دي مجموعة من المركبات المدرعة دي من من صنع ومن ترتيب وتخطيط رجال القوات المسلحة والهيئات اهيئة المركبات او ادارة المركبات بيطوروا بيعدلوا لمركبات مدرعة متعددة الاغراض بتستخدم في العمل العسكري تستخدم في نقل الجنود تستخدم في نقل العتاد تستخدم في العمليات الحربية الرئيس بيطمئن بنفسه على هذا المشروع وده مشروع بالمناسبة انا تاني مرة اعتقد سيادة الرئيس بيه عمل ادارة المركبات وتطوير هذه المركبات المدرعة وبيتابع ما تم وضعه من خطط انا ايضا في تقديري انه الامر ليس بالصورة لا يمثل الصورة التي امامنا فقط وانما وراء هذه الصورة وراء هذه الزيارة اشياء اخرى مخططة ايه هو احنا بنبني وبنتور وبنصنع علشان نكتفي ذاتيا بس لا والله احنا مش بنعمل كده بس عشان نوفر العملة الصعبة الرئيس فلسفته ادارته معتمدة على توفير وتقليل حجم الواردات المصرية من الخارج طالما نستطيع ان نصنع بدلها في الداخل اللي نقدر نصنعه في بلدنا حرام علينا نجيبه منبار ده مبدأ الرئيس قاله وبيقوله في مشروع تطور القرية في باقي المشروعات احنا دلوقتي بقول انه العربيات والمشروعات اللي قدامنا اللي انتوا شايفينها حضراتكم دي بتمثل ايضا عرض من مصر لكل الدول الشقيقة احنا هنصدر او بنصدر ونتعاقد على تصدير منتجاتنا المصانع الحربية المصرية والهيئة العربية للتصنيع اللي كانت موجودة ومؤسسة ومنشأة من اجل الصناعات الحربية ضعت طبعا لكن عادت مرة اخرى بعدما امتدت اليها اياد الرئيس وتخطيط ومتابعة دقيقة الرئيس النهاردة على التغريدة قال جانب من تفقد سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عرضا من المنمازج للمركبات المدرعة بعد تطورها بواسطة ادامة المركبات بالقوات المسلحة المصرية شايفين الصور دي صناعة مصرية دي صناعة مصرية الصور اللي قدام حضراتكم هات الصورة يا وليلا سمحتم بفضل دي الصور دي الفريق محمد زاكي طبعا كان بصعبة سيد الرئيس ومجموعة من قارة ادارة المركبات صور مشرفة وصورة مشرفة والتطوير اللي حاصل بيؤكد ان احنا رجعنا تاني نصنع رجعنا تاني نبتكر رجعنا تاني يكون قرارنا ان شاء الله من رأسنا لانه شغلنا قدام عينينا بأدينا بعقولنا بتفكيرنا بامكانياتنا قدامكم الصورة معبرة الرئيس استقبل سعد الحريري وبعدين الرئيس بيزور ادارة المركبات بيتابع هذا العمل الرئيس يوم الجمعة بيطلع يشوف الشغل الرئيس بيفتتح المزارع السماكية بيفتتح الصوبات الزراعية بيفتتح المحاور والطرق والكباري الرئيس بيفتتح المصانع بيفتتح هذه المشروعات الكبرى في صناعات استراتيجية وصناعات القصة القصة بتمثل لنا حكاية حكاية مصرية في كل المجالات انا عندما اتحدث بس فقط احاول ان اجمع شتات الصور واقدمها لي المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة احنا عندنا خطة لنقل هذا البلد لنقل هذا الوطن من حالة الى حالة نغير الواقع بتاعنا من خلال العمل ثم العمل ثم العمل انتو بتلاحظوا الرئيس وده شيء كلكم تابعينه بس انا بنبه بذكر بفكر بنعش زاكرتي وإياكم ان الرئيس لم نجده في يوم من الايام تفرغ للهجوم او للقاء اللوم على دولة او حد او لا 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 لم يكن من شام الرئيس التطول على احد لم يحدث وظن انه لن يحدث الرئيس فقط فقط بيتفرغ لادارة الدولة فقط بيتفرغ للبناء فقط بيتفرغ ليه موجهة ومجبهة التحديات وتحويل التحديات الى فرص اشتركوا في القناة